إلى أول تقرير لحلقة هذا اليوم حيث افتتحت الجامعة الأمريكية في الشارقة مركزاً للاستجابة لاحتياجات الطلبة وذلك ضمن جهود الجامعة المستمرة لتحسين خدماتها لطلبتها وخلق تجربة جامعية متميزة أما التفاصيل نتابعها من خلال التقرير التالي مشاهدين ضمن جهودها المستمرة لتحسين خدماتها لطلبتها وخلق تجربة جامعية متميزة افتتحت الجامعة الأمريكية في الشارقة مركزاً للاستجابة لاحتياجات الطلبة وتقديم الحلول والذي يقدم بدوره المساعدة للطلبة وعائلتهم في النواحي الجامعية كافة بدءاً من التقديم للمنح الدراسية إلى تأمين الإقامة داخل الحرم الجامعي طبعاً الفكرة من وانستوب كانت أنهم يجمعوا كل المراكز اللي ممكن للطلاب الجدد يحتاجونها وحتى الطلاب القديمين بحيث أن ما يضطروا أن يروحوا أكثر من مركز واحد أو مكتب واحد فأنا كطالبة الآن دخلت سحبت تذكرة طلع رقمي دخلت على المكتب على طول وتساعدوني في كل الأشياء اللي أحتاجها بمكان واحد بدل ما أني أضطر أني أروح كذا مركز في المبنى يقع مركز الخدمة الموحدة الجديد في الطابق الأوسط من المبنى الرئيسي للجامعة وهو موقع مركزي يمكن الطلاب من الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الإدارية ومقابلة ممثلين من مكاتب الجامعة المختلفة التي تدير خدمة النقل وحسابات الطلاب والسكن الطلابي والمنح المالية والدراسية فضلاً عن توفير موظفين للإجابة عن الأسئلة وتقديم المعلومات يتمثل في المقام الأول تسهيل جميع الطلاب في المقام الثاني تجعلنا كلنا كطلاب نركز بدراستنا بشكل أول نركز بشغلات ثانية غير الشغلات الإدارية الركاز الأساسي كلها بالجامعة من النقل إلى كشف الحسابات إلى الحياة الجامعية إلى الحياة داخل الجامعة كلها موجودة في مكان واحد حتى الطلاب كلهم يجون ويخلصون معاملاتهم كلها منطقة وحدة منصة واحدة تجمع العديد من الخدمات لتسهيل حياة الطلبة الجامعية ليصلوا إلى أي موارد يحتاجونها وهذا ما سيعزز التجربة الطلابية في الجامعة الأمريكية في الشارقة حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد وحول مركز الخدمات الموحدة للجامعة الأمريكية يسعدنا أن نرحب معنا بالأستاذة أمية ثابت الراوي مساعدة تنفيذية في الإدارة المالية بالجامعة الأمريكية في إمارة الشرقة حياة أستاذة نورتين اليوم في برنامج أماسي يعني موسم حافل للعام الدراسي الجديد يمكن حتى عدتوا قبل قليل من عمل شاق بعد تسجيل كذلك وأيضا ممكن الإجراءات المالية أيضا اليوم نتحدث عن هذا المركز أستاذة وهذا المركز الذي يعتبر مركز يسهل على الطلب الجدد وحتى الطلب اللي يكونون داخل السلك التعليمي تقريبا بعض الخدمات المتوفرة في هذه الجامعة يمكن قبل الهواكن في استرسال يعني كانت هناك خدمات يمكن في صعوبات أو تحديات نبنا نتعرف أكثر على هذه الخدمات وأيضا الجامعة الأمريكية دائما سباقة في دعم الطلبة سباقة أيضا في دعم كل من يلتحق بها سواء كان من داخل الدولة أو خارجها أود في البداية أن نتعرف على هذا المركز أستاذة ومن أين جاءت هذه الفكرة حتى يتقوم الجامعة الأمريكية بتنفيذها في البداية أشكر دعوتكم وأشكر إضافتكم والاهتمامكم بهذا المشروع التطويري كما اعتدنا من تلفزيون الشارقة جاءت فكرة إنشاء مركز الخدمات الموحدة من سعي الجامعة المتواصل لتسهيل تقديم الخدمات والمعلومات والإجابة على كل الاستفسارات للطلبة وأولياء الأمور فيما يخص كل احتياجاتكم فيما يخص حسابات الطلبة المنح الدراسية سنويا والسكن الجامعي وخدمات النقل والمواصلات تعرفين في كل قسم فيه أكثر من استفسار وأكثر معلومات كثيرة يحتاجها الطالب بداية العام الدراسي وطبعا طلبة على اختلاف الطلبة سواء طلبة البكالوريوس أو طلبة الدراسات العليا وهي خدمة مجانية ستكون متوفرة على طوال العام الدراسي جميل سابقا كان على أولياء الأمور والطلبة صراحة نحس فيها صعوبة أنه الطالب أو أولياء الأمور يحتاجوا زيارة أكثر من مكتب وممكن أكثر من مبنى للحصول على المعلومات والتسجيل بالخدمات المركز سهل عليهم هذه الخدمات تتواجد كل هذه الخدمات في مكان واحد ما رح يحتاجون للتنقل تعرفين الجو والحر والسترس بداية العام الدراسي فحاولنا أن نسهل عليهم هذه الخدمات جمعنا كل هذه المكاتب تحت مظلة مركز الخدمات الموحدة جميل تحدث اليوم لابد من خلال هذا المركز يعني هناك أهمية وأهداف تسعى إليها الجامعة الأمريكية من خلال خلق هذه الخدمات المقدمة تحت سقف واحد يمكن بنتعرف أكثر على هذه الأهداف أيضا مثل ما تعودنا من الجامعة الأمريكية دائما متميزة وسباقة أيضا في خدمة طلبتها الهدف هو كان تقليل الجهد والوقت اختصار الوقت على الطلبة وتركيز يعني أنه يصب الطالب تركيزه واهتمامه على السعي والتحصيل الأكاديمي هذه الأشياء إن شاء الله تكون كلها بسيطة وتتم في مكان واحد وطبعا إحنا نستقبل أهالي مثل ما نستقبل للطلبة فحاولنا أن يكون هذا المركز مثل بيت مصغر للجامعة الأمريكية بالشارقة يضم كل الخدمات وبالمستقبل إن شاء الله رح تكون فيه خدمات إضافية فهدفنا هو تسهيل تقديم الخدمات للطالب وخصوصا للطالب في بداية العام الدراسي وأول فصل دراسي رح يحس شوية بصعوبة يمكن وصعوبة في التنقل ومعرفة أن كل مكتب شون القدمة اللي يقدمها نعم يعني أستاذ أتعرف أكثر على هذه الصعوبات التي كانت في السابق يعني كم كان تأخذ من ولي الأمر أو الطالب تقريبا في تنفيذ هذه الخدمات يمكن تأخذ يوم أو يومين تقريبا أو مثلا تأخذ يوم واحد خلال ساعات معينة تقريبا ممكن خلال يوم واحد بس خلال ساعات معينة أنا لازم يتنقل من مكتب المكتب لازم ينتظر أن نقول أنه دوره في بقية المكاتب يعني الطالب بس مجرد أنه يختار الخدمة أو يستنى دوره ويحصل على الإجابة لكل الاستفسارات فصار أنه طريقة ما يحتاج أنه التنقل داخل حرام الجامعي تعرف حرام الجامعة الأمريكية في الشرق واسع وكبير فأحيانا صعوبة التنقل داخل الجامعة فيحتاج يوم حاليا يمكن خلال 10 إلى 15 دقيقة أمور الطالبة تكون نحن أود تعرف أيضا على الخدمات التي يتوفر تحت قبة هذا المركز يمكن ذكاتي أكثر من خدمة لكن أود الأساسات فيها أيضا وإضاح هذه الصورة حتى كل من يتابع لليوم برنامج أماسي أنه يستفيد ويعرف هذه المعلومة حول هذا المركز أيضا في مركز الخدمات الموحدة في خدمات حسابات الطلبة حسابات الطلبة يعني شعر في أنه الطالب أو ولي الأمر يفكر بهذا الموضوع بطريقة شوية أنه مكثفة صحيح فممكن أنه يستفسر عن التكاليف الدراسية عن طرق الدفع ونحاول أنه نسهل طرق الدفع من خلال المركز عن طريقة التقسيط لأنه تعرف أنه نسمح للطالب أنه بقصد القصد الدراسي على مدار الفصل الدراسي وفرنا أكثر من طريقة للدفع للتسهيل للطلبة وأولياء الأمور من خلال توفير أجهزة لوحية فيها كل التطبيقات اللازمة التي يحتاجها الطالب والاستمارات ممكن أن يملأ الاستمارة مباشرة من خلال الأجهزة اللوحية ويبعثها للقسم الموجود حتى لا يحتاج أنه ينتظر دوره ويسأل أحد من الموظفين لأنه في عندنا قسم من الطلبة يساعدونها بالمركز يقدمون الدعم للأهالي وحتى للموظفين عشان يسهلوا تقديم الخدمات هذا بما يخص حسابات الطالبة فيما يخص المنح تعرف أن فيه كذلك أكثر من نوع للمنح ويسهلوا لهم المعلومات التقديم على هذه المنح وكيفية تجديد التقديم على المنح كذلك نوفر خدمة السكن الجامعي السكن الجامعي متوفر لعدة أنواع يساعدهم لاختيار النوع المناسب للطالب وليوضع الطالب كذلك نوفر خدمات النقل والمواصلات في خدمات النقل والمواصلات في داخل الشارقة في داخل الحرم الجامعي وكذلك لأبوظبي والعين وكذلك تتوفر خدمات النقل إلى المترو دبي من وإلى جميل هناك لابد آلية ومعايير أيضا اعتمرت عليها الجامعة في تنفيذ مثل هذه الخدمات نولت تعرف على هذه الآلية وكذلك الأمور التي سهلتهم أيضا من خلال هذه الخدمات الأمور الحمد لله أنه صراحة أنه كهيئة أدارية وفرت أنه التسهيلات لهذا المشروع ووفرت أنه التواصل بين أقسام الجامعة للتوافق للخروج بهذا المشروع نعم تقريبا يعني أستاذ ذكرت ضمن خطتكم الاستراتيجية القادمة إن شاء الله ستضاف أيضا خدمات أخرى يعني ما هي أبرز هذه الخدمات أو في طور الدراسة تقريبا هذه هي المرحلة الأولى من المشروع نسعى إن شاء الله قريبا لإضافة خدمات أخرى وهذه الخدمات تعتمد على ما تطلبه الطلاب والأهالي لأنه نعمل إحنا استبيان خلال الأسابيع التي فاتت ونسأل الطلاب وأولياء الأمور عن الخدمات التي يحتاجوها أن ننطيفها بهذا المركز ممكن خدمات التسجيل ممكن خدمات بما يخص تعرف أنه حاليا يحتاج الطالب أن يكون عنده الكمبيوتر وكل التطبيقات تكون موجودة ممكن حد من قسم الدعم ممكن أن يساعدهم كذلك كتبس أشي قبل كيف كانت ردود أفعال الأولياء الأمور نفسهم وقت اعتماد هذا المركز كان هناك فرحة كبيرة في تخليص هذا أعطانا دافع أن نطور من المشروع وأن نوسع من المشروع لأنه المكان تعرف أننا الحرام الجامعي والمبنى كتصميم وكدزاين اعتادوا الطلبة على هذا التصميم تصميم مركز الخدمات الموحدة شوية طلعنا عن الإطار إلى إطار شوية حديث فالطلبة فرحاني لأنه في إطار حديث داخل نفس المبنى اللي تعوده وعليه خصوصا الطلبة اللي راجعيننا تعرف أننا صار فترة طويلة خلال كورونا كنا تقريبا أنه لم يكن فيه تواصل مباشر لم يكن فيه تواصل مباشر ففرحتنا نحن لعودة الطلبة وعودة استقبال أولياء الأمور هذه أطتنا في الدافع ننطي أكثر إن شاء الله جميل أستاذ عجبتني كذلك هناك علاقة مجتمعية جميلة بين أولياء الأمور وأيضا بين الجامعة الأمريكية يمكن هذه العلاقة اللي تساعد تقريبا في تطوير هذه الخدمات أيضا يعني سقل كذلك المواهب يمكن لاحظوا أنك أولياء الأمور اللي يكونون من خارج الدولة يمكن ياخذ مثلا يوم يومين تقريبا للتسجير يرجع مرة ثانية بلده في هذا المركز الآن سيستغرق فقط فترة بسيطة سهل عليه بالضبط خلال يوم هم يمكن يحل كل الإشكاليات بعدين المركز يعني إحنا خلال أول أسبوع لاحظنا أنه حتى قوة الترابط والتواصل بين الموظفين جميل موظفين جامعة كانوا كل واحد في مكتب وكل واحد في مبنى صحيح حاليا لكل موجودين في مبنى واحد ففي نوع من الترابط بين الموظفين وحتى تسهيل الحلول يعني ممكن في مشكلة عند أحد الطلاب يتواصل الموظفين فيما بينهم لتسهيل وتدليل هذه المشاكل فهذا الشيء كمان جميل يعني إضافة مو بس للطلاب صحيح وإنما إحنا كموظفين جميل بعدنا وإن شاء الله الفترة القادمة تسوون استبيانات مثلا لآراء مثلا أخرى يمكن أوليال أمون يقدمونكم بعض الخدمات اللي يودون كذلك إضافة في هذا المركز أكيد إن شاء الله أكيد إن شاء الله إحنا يعني تعرفي أن هذه الأسبوع اللي مرت هي فترة التسجيل وبداية العام الدراسي فإن شاء الله يعني على الأسابيع الجاية رح نبعث استبيان للطلبة ونشوف آراءهم ممكن أنه مقترحاتهم لنتعرفي أننا نسمع للطلبة ونسمع لمقترحاتهم ومثل معودناهم أن مقترحاتهم نأخذها بعين الاعتبار يعني حبت الله أنه هم الأساس صراحة في هذا الصرح صحيح نود كذلك أستاذة يعني تبشرين عن هذا العام الدراسي كيف الأقبال على الجامعة الأمريكية كوكم أيضا من الإدارة المالية يعني كيف الأقبال سواء من الدولة أيضا أو حتى من خارج الدولة والله مبشر بخير إن شاء الله إن شاء الله مبشر بخير العام الدراسي والطلبة أقبالهم يعني ممتاز صراحة شو أكثر التخصصات أقبالا تقريبا أستاذة نعمل لاحظت من تسجيل التخصصات الهندسية والتخصصات الإدارية هذه تعرفي أنه كثقل الجامعة هي التخصصات الهندسية والتخصصات الإدارية جميل يعني دائما نلاحظ أن الجامعة مثل ما ذكرت يعني تضاف بين فترة وفترة خدمة نوعية أخرى حتى تستفيد أو يستفيد عفوان الطلاب وأولياء أمورهم أيضا من هذه الخدمات تحدث عن الجامعة نفسة وجهودها الكبيرة دائما في تسهيل وتسهيل أيضا كل الإجراءات على الطلبة في الجامعة الأمريكية في الشارق الجامعة أهم شيء عندها هي الطلبة هذا دائما كهيئة إدارية وهيئة تعليمية أكاديمية تسعى لتسهيل هذه الرحلة لأن الطالب لما يدخل هي رحلة جامعية هذه الرحلة نجعلها رحلة ناجحة من أول خطوة إن شاء الله نعم يمكن بعد أستاذ يمكن كيف نوهتوا تقريبا عن هذا المركز من خلال كل يوم الناس شاهرت عن طريق التلفاز هل هناك وسائل استخدمات حتى يعرفون عن هذا المركز في الصحف المحلية كلها تقريبا نشرت في تلفزيون الشارقة في تقرير كمان نزل وعن طريق الطلاب وعن طريق السوشيال ميديا تعرف أنه هي أوسع شيء وعن طريق الطلاب الانتشار صحيح كان تجارب بعض الطلاب بعد ما خلصوا الإجراءات في هذا المركز كان فيه ثناء كبير على هذا المركز أيضا والخدمات نعم حصلنا على يعني عملوا مقارنة تقريبا بين الوضع في السابق والوضع الحالي أكيد الوضع في السابق هو هذه المنطقة أصلا المكان الذي نشأني فيه هذا المركز في السابق كان حسابات الطلبة بس خصوصا لهذا المكان كله حسابات الطلبة والصندوق المالي الصندوق المالي فكانت تشوفي طوابير سابقا طوابير يوقف الطلاب عشان يستنوا دورهم عشان يدفعوا خلال أزمة كورونا طبعا تغيرت كلها بطرق الدفع فصارت الدفع أونلاين يعني صحيح عن طريق فيه عن طريق الويب سايت عن طريق الإي بايمنت أو عن طريق الحوالات وطبعا هذه كلها متوفرة الطرق كلها موجودة على الأجهزة اللوحية فهذا سهل سهل الخدمات صراحة ممكن الولي الأمر أو الطالب ما يحتاج حتى يزور المركز يعني مجرد أنه وجوده داخل البيت باتصال أو بس يدخل على الموقع الجامعة سيحصل على المعلومات ويتم بعملية الدفع نعم يعني صار تواصل أيضا بين الموظفين الخاصة أيضا في الجامعة الأمريكية كيف كان اللقاء معكم وتحت هذا السقف تقريبا في الخدمات المقدمة معكم مثل ما قلت لك أنه إحنا فترة صار فترة كورونا كنا تقريبا أنه الأغلبية بيشتغلوا من البيت صحيح ففي حتى موظفين اجداد صحيح هذا سمح للتواصل سمح للتبادل تبادل المعلومات تبادل الخبرات ممكن أنه كان فيه إقسام عندها عندها مشاكل أو عندها صعوبات فصار فيه طرح لهذه الصعوبات وإيجاد حلول جميل فأنت الموظفين لما يتواصلوا مع بعض حتلقي حلول للمشاكل يعني غير أنه كل واحد يكون في مبنى أو كل واحد يكون في المكتب طرق التواصل وجمعهم في مكان واحد ساعدتنا كثير صراحة نعم ذكرتي قبل هذا المركز كان عبارة عن تسجيل تقريبا للطلبة أودت تعرف على هذا التسجيل يعني شو هذه المعلومات كان دفع كان مركز للدفع هذا المكان كيف كان الأقبال طلبة الجامعة الأمريكية مثل ما قلتت كان المكان مزدحم تقريبا كان مكان مزدحم إلى درجة بس الحمد لله يعني أنه حاليا يعني حاولنا أنه نرتب نظام الانتظار وحتى فيه فيه مكان فيه مكان أنه يقعد الطالب ويناقش موضوعه ممكن حتى بدون ما يطلب خدمة بس هو المكان ممتع مكان جميل يعني جميل تحدث كذلك يعني أستاذ عن الخدمات القادمة إن شاء الله لهذا المركز وأيضا الدراسات ستأخذ بعيد الاعتبار في الفترة القادمة بعد انتهاء هذه المرحلة الأولية تقريبا الخدمات ستعتمد على ما يطلبه الاحتياجات الطلبة لأنه إحنا رح نقوم بالاستبيان فحسب احتياجات الطلبة وطبعا إحنا بنسمع كل يوم يعني إحنا في عدنا كذا الشخص بينزل وبشوف شو الاحتياجات الطلبة بنسألهم نستفسر بنسأل الأهالي حتى نطور من المركز ونقدم لهم أفضل خدمة وأسرع طبعا لأنه هدفنا هو توفير الوقت والجهد فإن شاء الله بالمستقبل يعني فيه أكثر من خطة للتطوير والتوسيع إن شاء الله لأنه لازم يكون تعرفي بعد الاستبيان وبعد التشاور مع الهيئة الإدارية إن شاء الله كلما أخيرة توجهنا أستاذة لكل من يتابعنا اليوم في برنامج أماسي وكل الطلبة إن شاء الله القادمين أيضا للتسجيل في الجامعة الأمريكية بالشارقة بالبداية أتمنى لهم عام دراسي مكلل بالنجاح إن شاء الله وكل التوفيق إن شاء الله وأتمنى أنه كل الخدمات التي تقدمها الجامعة الأمريكية بالشارقة تنال حسن رضاهم إن شاء الله ونطمح للأفضل إن شاء الله كما عودناهم وطبعا إحنا كهيئة إدارية نفتخر بأن نكون جزء من هذا الإنجاز لأنه إحنا كأننا كان هذا إضافة إضافة كبيرة يعني صحيح هو المركز الخدمات الموحدة عالميا موجود في كل الجامعات بس كالجامعات الدولة حسب علمي أنه سيكون أول مركز خدمات موحدة على صعيد الدولة وإن شاء الله يكون مثال يحتذر فيه يعطيكم كذلك ثقل وميزة لهذه الجامعة نعم لهذا نفتخر إحنا يعني الحمد لله يعني استمتع جدا بهذا اللقاء ستاذة أمي إن شاء الله من تميز إلى تميز إن شاء الله تقدمون الأفضل لطلبة الجامعة الأمريكية بالشارقة وإن شاء الله عام دراسي جديد ومكلل أيضا بالنجاح والتقدم مثل ما تعودنا دائما من الجامعة الأمريكية بكوادرها التعليمية وأيضا الإدارية كل توفيق لكم إن شاء الله ويعطيك العافية شكرا لتواجد تلفزيون الشارقة دائما ودعم الدائم لكل خطواتنا وكل مشاريعنا التطويرية في هذا الصرح واجبنا أستاذة إذن نشكر أستاذة أمي الراوي مساعدة تنفيذية في الإدارة المالية بالجامعة الأمريكية في الشارقة شكرا لك على هذه الإفادة وتواجد اليوم معنا في برنامج أماسي كل توفيق لك إن شاء الله شكرا شكرا لك نضيك العافية